أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين أدركت مبكرا الموقع الهام لقطاع تنمية المعلومات والاتصالات في خدمة أهداف التنمية الشاملة والإسهام في تكامل منظومتها مما يدفع دوما للجهود لمواصلة رفع مستوى تميزه وجودة مردوده وأشار سموي لأن مملكة البحرين فيما تتخذه من سياسات وإستراتيجيات تلموية قد حرست على مواصلة دعم القطاعات الحيوية التي تسهم في إطفاء المزيد من الزخم النوعي على مسارات النشاط الاقتصادي وتنوع أدواته الفاعلة بما يحقق نتائجا مستدامة جاء ذلك لدى لقاء سموي بقسلك ضيبية اليوم بسعادة السيد هولينجاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات بحضور سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات حيث أشاد سموه بالدول الذي يطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات في تنسيق الجهود الدولية لتنمية هذا القطاع الحيوي ورفضه بآخر المستجدات التي توصله لريادة العالمية مؤكدا على الاهتمام بتعزيز مستوى التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي للاتصالات خاصة فيما يتعلق بتعزيز تنافسية هذا القطاع وسلامة التشيعات المنظمة لهذا القطاع وقال سموه أن النقلات النوعية والسمعة التي حققتها قطاع الاتصالات في المملكة قد تأسست على معايير التنمية الشاملة التي تم اعتمادها من مبادئ وقيم العدالة والانفتاح والشفافية في التنافسية لافتا إلى همية السير قدما في هذا النهج بالمرحلة المقبلة مع إطلاق الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات من جانب أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات عن شكر وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء مشيدا بما تبده مملكة البحرين من اهتمام حثيث بتعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات معربا عن تمنياته بالمزيد من النجاح للجهود والاستراتيجيات لهذا القطاع في المملكة